اشتركوا في القناة ولا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد الضحية وحسب مصادر محلية نشرت الخبر فقد تعرض لضربات الاحادة اردته متوفيا في عين المكان وتشن الان ما صلح امن بضائرة داموس عملية بحث واسع عن الجاني والذي فرى الى وجهة مجهولة وتفعل ناشط على مواقع تواصل الاجتماع مع هذه الحادثة للمة وطلبوا السلطات الوصية بضرورة تطبيق عقوبات قاسية على هؤلاء المجرمين ليكونوا عبرى لغيرهم